موسيقى مشاهدي تلينيوميار ونرساط الله معكم رجل العظائم بامتياز متسلحا بالعناية الإلهية ساعيا نحو بناء البشر والحجر راصدا حاجات شعبه منفزا المشاريع التي لا تحصى ولا تعد على مساحة الوطن وخارجه حيث حل أبناء كنيسته حاملا هم لبنان الصغير إلى كافة المحافل الدولية ليعود به دولة لبنان الكبير دولة حرة سيدة مستقلة مواجها بسمود وجرأة كل أنواع القهر والاستبداد التي ألمت بأرضه وشعبه منذ نشأته طاويا عهد الاحتلال والانتداب ذارعا في مختلف أقضيته ونواحيه المؤسسات الكنسية والاجتماعية بإقدام وجرأة حتى ضاقت سنية حياته بمشاريعه وإنجازاته وكل ذلك لمجد الجود الإلهي الأعظم وخير النفوس فكانت جمعية راهبات العائلة المقدسات المارونيات حلمه المحقق كالمنارة على الجبل وتوالت الكنائس والأبرشيات ودول العبادة والمشاريع الإنمائية والخدماتية في لبنان وخارجه إنه البطريالك العظيم ليسلح ويك رجل العناية عيونه مفتوحة على الله من جهة وعلى الإنسان من جهة أخرى كانت الاستقامة جوهر حياته وأساسها تميز باستقامة النظر والرؤية بمصداقية العيش وبصدق الكلمة صاحب كلمة كلمته من ذهب متطلبة لأنها كانت دوما حرة مبنية على إيمان لا يتزعزع وعلى ثقة كاملة بالعناية الإلهية رجل حكيم طموح لم يحلم سوى بإنجاز ما يدوم أسس ولكنه أراد أن يبقى الخادم لا سيد الحقل فقير أحب الفقراء وناضل من أجلهم باختصار البطريالك ليسلح ويك هو رجل الإيمان والصلاة رجل الحكمة والمعرفة رجل الرجاء والانفتاح على الروح القدس رجل المحبة المتجلية في القريب إنه رجل العناية شخص إلى السماء فلبته العناية الإلهية فتمسك بها اتكل عليها تظلل تحت جناحيها فأغدقت عليه نعم وبركات تتوزع على كنيسته من هو هذا البطيرق العظيم في الكنيسة المارونية ما هي إنجازاته ومشاريعه الإنسانية والوطنية كيف تعاون مع الرهبانية اللبنانية المارونية أثناء الحرب الكونية الأولى كيف نتعرف عليه كرجل دين ورجل الدنيا هذه المواضيع وغيرها نطرحها اليوم ونغوص بمضمونها لتبقى منارة لأبناء الكنيسة المارونية مع الباحث والمتأمل في تاريخ الكنيسة نرحب بالدكتور روني خليل الخبير في الشؤون الكنسية أهلا وسهلا فيك دكتور روني بتشكر استضافتك أستاذ إلي وهيكا يمكن الموضوع اليوم من المواضيع المهمة والملفتة للانتباه عن رجل ذو قيمة كناسية ووطنية هو البطيرق اليس لحويك معروف أنه هو رجل العناية لماذا هذا اللقب البطيرق اليس لحويك كرجل العناية يعني إذا بنا نجي نحكي عن البطيرق اليس لحويك نحكي ساعات وصاعات لأنه فعلا كان رجل دين ودنيا نظرا لأعماله إن كان الروحية أو الوطنية السياسية الآن رجل العناية يعني نظرا للأعمال الكبرى اللي قام فيها أولا تأسيسه جمعية أو رهبنة العائلة المقدسة اللي بعد اليوم عم تثمر وعم بتزيد عطاء روحي وتربوي وصحي وبيشتى المجالات فليقول إنه إنتاج محلي إنتاج محلي تماما وهالرهبني أيضا مؤخرا كرمته كمان بمتحف بمنطقة عبرين بالرئاسة العامة نظرا كمان لأعماله ودوره طبعا كمان نظرا لأعمال الأخرى مثلا بعهده تمثال سيدة حريصة اللي من فترة عيدنا المئوية وهذا التمثال اللي إذا بنا نقول أعطى للبنان مش بس للمسيحيين أو الموارد للبنان رمز لأنه هو محج لكل اللبنانيين وكل حتى المغتربين اللي بيجوا أكان مسيحيين أو عرب إذا منلاحظ ده بيحبوا يطلعوا أولا للتبرك وثانيا لرؤية هذا المعلم الديني وحتى السياحي والوطني أيضا فمن هون اللقب أخذه أو الناس أعطته هو رجل العنائي هذا إذا بنا نحكي وطبعا في عنده أعمال كتيرة اللي احنا توصل فيها بعد شوي بداية إذا نشوف عن صيرة حياته هذا البطيار وين ولد تنشئ اللي أخذ الميدائي قبل مصار كيهن ووسط صحيح هو من بلدة حلتة البترونية أحيانا بقولوله الحلتاوي كمان ولد بالـ 1843 ونشأ بالبلدة بعيلة متواضعة وفقيرة وكانت متعددة الأبناء عنده أخوة عديدين ودرس بمدرسة مريوحنى مارون فرحي اللي هي مجاورة لقلون اللي كمان عنده دور كتير كبير تربوي وروحي ثم تابع دراساته العليا بمدرسة المجمع المقدس أو البروباجندا بروما وصولا إلى كهنوته بالـ 1870 وإلى أن رقي أو سيمة أسقفا على عرقة كانت أبرشي شرف شرفية ونائب بطرياركي للبطريارك يوحنى الحج بالـ 1889 كان صغير العمر وكان بعز عطاءه وحتى البطرياركي الحج بالـ 1890 وما بعده عفواً هو ارتسم بأيام البطرياركي مسعد بأواخر عهده ولكن دوره الفعلي كان بعهد البطرياركي الحج بالـ 1890 وما بعده لأنه البطرياركي الحج كان كبير السن شوي وكان هو نائبه فهو أخذ المبادرات بشكل عام كان بالأصفار يقال عنه أنه إيده اليمين وإن كان بأعماله تجديد المدرسة المارونية بالـ 1894 المدرسة بروما يلي كمان عنده دور ريادي إذا بدنا نقول أيضاً بتأسيس النيابة البطرياركية بمصر وكمان مدرسة سانسو البيس يلي كمان قدر أنه يستحصل على منح مدرسي أو منح جامعي بفترتها بمدرسة سانسو البيس الفرنسية كان أصفاره يلي عمله وقام فيها بهالفترة هايدي فكان هو إذا بدنا نقول سفير البطرياركي الماروني سافر إلى الكرسي الرسولي عدة مرات مثل البطرياركي بالمجامع المجمع الأورشاليمي المجامع المسكونية إذا بدنا نقول وكان عم ينقل نظرة ورؤية الطائف الماروني بفترتها للكرسي الرسولي وهالمجامع وشدت بفترتها أيضاً على الطابع الشرقي أو المشرقي أيضاً للطائف الماروني أو للمذهب الماروني لأنه بفترتها كان عندنا مسألة الليتني ومحاولة تسيير الطائف الماروني في ركاب الحضارة الغربي الحضارة طبعاً الروحية إذا بدنا نقول أيضاً أسفاره إلى السلطان العثماني ونظراً لشخصيته ودوره منح عدة أوسمة حتى من السلطان العثماني وكان يعني إذا بدنا نقول عمل مثل هيك جولة أسفار بهالفترة هايدي ولمع اسمه فيها بشكل كثير كبير مش بس داخلياً إنما أيضاً على الصعيد الإقليمي وحتى العالمي يمكن هيدا مؤمة سهل له أنه وقت بعد وفاة البطريارك الحجر كان له النصيب الأكبر من يكون رأس الكنيسة المارونية يلي انتخب بالألف وتممية وتمينة وتسعين أو التسعة وتسعين بديتها لأنه توفى بليلة عيد الميلاد من بعدها ببداية لألف وتممية وتسعة وتسعين انتخب بطريارك ودل لألف وتسعمية واحدة وتلاتين وهي فترة طويلة تعتبر وبهالفترة هايدي هون حدث ولا حرج إذا بنا نقول عن الأعمال اللي قام فيها وخاصة الأعمال الوطنية والسياسية ودوره الوطني يلي راح نتوسع فيه بشكل كتير كبير بهذه الفترة بشو متزد بطرياركيتو على الصعيد الروحي؟ على الصعيد الروحي نعم هو شخص عرف عنه تقوى وتواضعه حتى زي ما نشوف المتحف يلي يلي معمول اللي بتشوف الآني الأدوات اللي كان يستعملها طريقة عيشه الزهد التخت اللي كان ينام عليه يعني الوسادة المخدة تيابه وإلى آخره هو إنسان فقير يعني عايش بهذا وطبعا لا عجب يعني هو بالنهاية هو ابن الكنيسة وابن الكهنوت يعني هايدي طبعا لازم تكون حياته عايش كهنوته بأبعد تماما هذا من ناحية أسا نقول تقوى اللي كمان ميز مسيرته الكهنوتية بشكل عام هو كمان تماما الإنجازات اللي عملة الإنجازات الروحية والاجتماعية تحننوا ومساعدتوا للفقراء هايدي إذا بنقول يعني أبرز السمات أو الخصائص يلي طبعت عهده مسيرته بشكل عام الإيمانية هلأ مسيرته الوطنية كمان بداية بس أبن من أهم الإنجازات الروحية كانت فيه مثل ما حكينا بالمداية تأسيس جمعية الراهبين مزار سيدة لبنين وفتحة أدة مدارس بلبنين وخارج لبنين وخارج لبنين بمصر ببريس كمان قدر استحصل على مثل ما إنه منح أيضا مساهمته ببناء عدد من الكنائس يعني كمان كان بفترة كهنوته أو صوفيته وما بعده أيضا جولاته الرعائية اللي كان يكون فيها على الرعاية لأنه متمنى كان نائب بطرياركي وكان هو يعني هو اللي سينحال البطرياركي الحجم كمان بعهده ما فينا ننسى أنه بعهده كمان كانت فترة نهضة علمية وفقافية بفترتها عم نحكي نحن أواصل القرن التاسع عشر بدنا نشوف المدارس يلي أنشئت بفترتها بدنا نشوف كمان النهضة الأدبية طبعا ما كان هو يعني ما كان هو بيصلب هالأمور ولكن بها الفترة يعني انطلقت هالحركة هاي دي كلها أعطته كمان زخم إذا بدنا نقول ودعم لمسيرته ولا دوره طبعا ما مننسى علاقاته مع الدولة الفرنسية يلي بلش فيها من وقت ما كان متران توططت هالعلاقات هاي دي واستمرت فيما بعد بس صار بطريارك وراح نشوف أنه بفترة من الفترات أثرت سلبا على الوضع الحالي لاي لأنه صار فيه مثل فشة خلق إذا بدنا نقول من قبل السلطنة العثمانية نظرا للعداوية اللي كانت بين السلطنة وفاة السلطنة نحكي على صعيد الوطن نعرف أنه بهالحقبة اللي كان فيها البطريارك اللي يسلح ويك كان فيها الحرب الكونية والحرب الكونية الأولى اللي بشراستها اللي اشتاحت العالم كله برز موقف مهم جدا هو علاقته مع رهبن لبنانية المارونية لما قرر أبيت غناطوس ديغر التنوري أنه يرهن أمليك الرهبنة وهم كان بمساندة وبدعم من غبطة البطريارك اللي يسلح ويك شو أهمية هالفترة اللي كان فيها؟ نعم بداية بهالفترة هاي دي بالألف وتسانية واربطاش من المعروف أنه وما بعده لتمنتاش تعرض لبنان لمجاعة آسي ولاعب دور البطريارك اللي حويك دور وطني مش بس مسيحي يعني أولا فعطي علم لكل الأديار والكهني والرهبان أنه كل مقدراتكم يلي موجودة معكم هايدي حطوها بتصرف المؤمنين مش بس للرهبان اللبنانية يعني لكل الرهبانات حتى حتى جمعية المرسلين الموارنة كمان عملت شي زيته المريميين أيضا أو الحلبية بفترتها حتى الأديار يعني ما دل تقريبا دير أو رجل دين إلا ما وكان قادر إلا ما كان للخدمة هاي ده أولا اثنان يعني رهن أملاك البطرياركي لفرنسا مقابل أنه يحصل على أموال وقال للكونسل الفرنسي أنا من بعد ما تروق الحرب يا برد الأموال بترجعوا للأراضي يا أمهودي بكونوا لألكم حتى رهن صليبه مثل ما بنعرف كمان لإطعام الجائعين وفتحت الأبواب والأديرة لأستقبال كل المواطنين على السواء أكانوا موارني أكانوا الدروز أكانوا تماما هذا بما يتعلق بالدور إذا نقول الإنساني أيضا وهذا الأمر كمان أزعج جمال الباشر لهذا السبب طلبه عدة مرات إلى مقره بصوفر وهون استخدم حنكته البطرياركي لحويه يعني ما بيقدر أنه يعارض كثير السلطان العثماني لأنه بيعرف هي صاحبة القرار والقوة ولا بيقدر كمان أنه يقضع تماما فكان يقدر يعني يدخل عن أدنى شيء حقوق للكيمستر يقدر نوعا ما يوفق بين الأمرين وحتى طلب منه الفرمان والفرمان هو عبارة عن رسالة بده يبعث الرجل الدين البطرياركي إلى السلطان العثماني نوع من خضور خضوع للسلطة العثمانية تماما وبينتظر الموافقة الجواب يعني الرد رفض بداية لأنه هي كانت معفاة الطائف المرونية من الفرمان ولكن بعد أسرار القائد العثماني وتيجنب طائفته وبلده كنا نحكي وقتها بجبل لبنان أو المتصرفية تيجنب هالمنطقة ويلات زيادة قبل على مضد يعني هلأ ليش كان جمال باشا هلقدي متعنت ومتصلب بمواقفه؟ نظرا أولا لصداء القوية والمواقف الحميمة إذا بنا نقول بين فرنسا وبين الطائف المرونية ثانيا كان فيه مش بس رسائل متبادلة لكن فيه تكريم للباتريارك كمان قبل الحرب قبل الحرب العالمية الأولى من دولة فرنسا للباتريارك وبالمقابل كمان الباتريارك يعني كان فيه زمنا نقول نوع من تبادل هدايا ودروع وغيرة بينهم وبين فرنسا وشخصية الباتريارك وهو يرمز إلى رأس الكنيسة المرونية ومطل ما قلنا مش بس كمان المرونية لأنه هو رمز وطني فإخضاع الباتريارك معنيتها أخضاع المنطقة كلها يعني بشكل عام فهذا إذا نحكي على الدور بفترتها مع الجمال باشا ولها السبب هيدا نتيجة هالدور الإنساني استطاعنا يعني تخفيف من نسبة الوفيات لأنه بنعرف نحنا فترتها 200 ألف مواطن لبناني ماتوا من أصل عم نحكي نحنا تقريبا 600 ألف يعني تلت الشعب اللبناني مات مات جوع مات فقر نتيجة السياسة مش بس السياسة تم نزلوا مكتير السياسة العثمانية إنما كان فيه عدة عوامل من الحصار ومن الجراد وغيره وغيره ولكن هيدا الأسف أدت إلى وفدتين ألف أدت إلى وفدتين ألف زيما اللي حكي كمهين بنهاية الحرب كان فيه ترقصه لمؤتمر الصلح صحيح الوفدتيني إلى مؤتمر الصلح صحيح قبل ممكن هؤلاء إعلان بالإرسامية وخمسة وعشرين دولة كبيرة وعشرين وعشرين دستور صحيح بعد ما انتهت الحرب العالمية الأولى صار في عنا مؤتمر ببريس بتعرفوا بالحرب في عنا دايما ربحان وخسران ربحان بدي يحط شروطه فهذا المؤتمر كان له الأمر هيدا تداعي له الدول اللي ربحت الحليفة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة كمان الأمريكية وبعتوا دعوة للوفود أو للأقاليم ما كان الدول بعد يلي طالع من تحت الاحتلال أو الاستعمار من جملة اللبنانيين راح الوفد الأول الوفد الثاني كان برئاسة البطريارك الوروني ليس الحويي ونقوا شخصية البطريارك أولا رمزيته وثانيا لأنه الوفد الأول ما إجا بجواب واضح قالوا لك خلينا نودي البطريارك لأنه يعني رمزيته وثاني شي بيسطحوا منه يعني بس تقبل بحفاوي وأخذ معه المطالب يلي كانت توسية لحدود لأنه كنا نحنا جبل لبنان كنا نحنا عنا الأراضي المسلوخة اللي سأل أخوة عن لبنان كنا نوصل لعكة ولا سوريا فبالنظام المتصرفية شقفوا لبنان إذا بدنا نقول حصرونا بجبل لبنان على أيام 1861 وما بعد فهو أراد إرجاع المناطق المسلوخة هذا واحد اثنين التأكيد على استقلال لبنان نحنا بدنا استقلالنا وإذا بدوا يكون في مساعدة من فرنسا أو انتداب ولكن بيكون مرحليا نرجع ناخد استقلالنا وطلب أيضا تعويضات من الدولة العثمانية وطلب أيضا إنشاء مجلس نيابي جديد يعني إذا بنا نقول حط ركائز الدولي بس نقول مجلس نيابي بمعنى أنت عندك سلطة تشريعية بس نقول سلطة محلية مستقلة هل المطالب هذه أخذت بعين الاعتبار ولكن ما تنفذت كلها تنفذت تباعا أول مطلب تنفذ يلي هو توسيع الحدود بالـ 1920 ما عرف بدولة لبنان الكبير دولة لبنان الكبير يلي نحنا عم نشهد قريبا مئاويتها وما بيخفى على أحدا دور الوطني والدور الكبير يلي لعبوا البطريارك اللي حويك بيتوسيع بالموني على فرنسا وبالطلب أنه لوصعونا لها الحدود لها سبب رجعنا حتى أقل من حدودنا نحنا باعد بنوصل أكتر ولكن هذا الشي شو عطانا؟ عطانا سهول زراعية كنا نحنا خسرانين عطانا مرافق عطانا أثارات اليوم يقولون لبنان الكبير خطأ وأنا بحزن لمسمع الكلمة لبنان الكبير هو يمكن أكبر هدية لكل اللبنانيين ولبنان الكبير ما كان للمسيحيين فقط أو للموارن فقط لأنه إذا نفكر منطئيا ما خدم طيفته يعني إذا نفكر أنانيا خدم لبنان وهو منشان هيك كان عنده بإحدى الرسائل كتب محبة الوطن يعني كانت دائما رسائله وأفكاره وطنية وأيضا بلبنان الكبير كمان قال أنا بطريارك الموارنة وطالب بلبنان ليكون طائفتي لبنان يعني أنا ما كنت مروني فقط بعدما أنا طائفتي كل لبنان وهذا الدور الوطني يلي لعبوا اليوم هالموزييك والمزيج من المزاهب والطواقف يلي عطيت للبنان تعددية عطيت للبنان قال يمكن نحنا ما بنستخدمه أحيانا بالطريقة الصحيحة هلنش كل ما نحنا ولكن الهدف المثالي يلي كان عم بيطمح له البطريارك الحقيق هو هالوطن الجامع فدور وطني كتير كبير يلعبوه وكرس كرس هالبلد بيحدوده الحالية وكمان بعدها بسنة 1926 كمان رجال الدين دعموا دور كمان مع رجال السياسي بالدستور لأنه هني كان قللون الشورى يعني يعتوا بعض المشورة للفرنسيين ولا اللجنة اللي وضعت الدستور اللبناني ليحطوا قوانين وأنظمة بعدنا لحد اليوم بشكل عام مشيني عليها بالدستور اللبناني يعني كرسة أذا بنا نقول كمان مش بس ميثاقية أو دستورية البلد شرعية شرعيته يعني أذا بنا نقول على أيام البطريارك الحويق بالـ 1926 بعد هذه السنة 1626 للـ 31 سنة وفاة البطريارك لليس الحويق بشو تميزت هذه المرحلة من نهاية حياته؟ نعم هلأ اذا بنقول نحنا فترة الانتدابة بفترتها كان إلا طبعا حسناتها وسيئاتها مثل أي فترة ولكن تنحكي شوية عن حسناتها أنه بها الفترة هذي عنا بعض الإنجازات اللي صارت عنا مثلا بعض المؤسسات يلي أقيمت مصلحة التبغ فيما بعد عنا اذا بنقول ترامواي بمرحلة لاحقة يعني كانت عم بتأسس اذا بنقولها مشاريع الماي نوع من نمو نمو مشاريع الكهرباء كان هو على تواصل ببدايات هذي المرحلة هلأ سيئاته أنه طبعا بنهاية الانتدابة هو نوع من احتلال وصيدنا أو البطيارك اللي حويك طبعا بالنهاية قد ما يكون علاقته مع فرنسا قوية ولكن هو بنها البلد يعني حاول قدر الإمكان يحافظ على خصوصية لبنان وخصوصية طائفته وأبناء وفرنسا عطاهم مصلحة طبعا بالنهاية طبعا حاول قدر الإمكان أنه يحافظ على لأن السبب كانت مطالباته دايما حتى من بعد توسيع اللبنان الكبير مطالباته بالاستقلال يعني لم يتوانى إن كان هو أو مجلس النيابي المجالس اللي كانت وقته أو المسؤولين الروحيين جميعا لم يتوانوا يوما عن المطالبة بالحصول على الاستقلال وهذا ما أزعج حتى فرنسا عدة مرات يعني فدوره يعني متما أنه وطني كبير دور اجتماعي دور روحي كان كمان كركي هون كانت وما زالت أيضا مركز ومقام وطني محط أنظار كل اللبنانيين وغير اللبنية صحيح دكتور هكي بنصل للختام هكي اليوم نعرف أنه الرهبات العائلة المقدسة وأبرشية الباترون تقدموا اليوم بملف دعوة تطويب البترك ليسلح ويك وهو اليوم الملف بمجمع القديسين بانتظار دراسة بطولة الفضاء الأعلم المكرم المراحل الآتين هل فعلا بتستحق لبنان والكنيسة المارونية بطريارك كالبطريارك ليسلح ويكون قديس وشفيع الأعلم بداية هون يعني منرجع منجاوب على رجل العناية إذا بدنا نقول هيدا هيدا كمان خير دليل على روحانيته وعلى إيمانه الأوي ثانيا طبعا تستحق لأنه ومن أولى أنه يكون تباوي وإن شاء الله قديس كمان من البطريارك لحويك وطبعا عنا كثار بطاركي كمان منهم سبقوا ومنهم على كمان الدرب لأنه هالمسيرة أعطت المسيرة البطرياركية والمسيرة الكنيسة أعطت الكثير للمؤمنين جميعا وكمان بدنا نزيد شغلي مش غلط أو مش ما نتفاجأ لما نقول مجد لبنان أعطي له يعني للبطريارك هي تسمية لأي بطريارك لأنه حقيقة هذا مجد وعظمي متع فيها البطريارك شخص البطريارك ليس فقط خاصة عن الكنيسة المارونية ودورة الريادي إذا بدنا نقول فمشان هيك هذه العبارة كمان بجدارة حصلنا عليها لموقع البطرياركية المارونية دكتور نحن مشكرك اليوم هيك على هالمعلومات على هيك على التوسع بهالموادية وهيك إبراز دور شخصية البطريارك اللي فعلا كان طبع الكنيسة المارونية بصبغة مع معينة بعدنا ممكن يمكن عم نقطه في السمارة ولكن بطريقة مختلفة شكرا لألك شكرا مشاهدينا من صالة ختم حلقتنا لليوم هيك اللي تعرفنا مع دكتور روني أهمية البطرياركية المارونية وخاصة رجاليتها فعلا رجاليتها مثل البطريارك اليس لحويك اللي سيهم بدور فعال ورائد لاستقلال للبنان واللي ممكن اليوم عم ننعم بهذا الاستقلال على أمل للتأف يكون بموعد جيد مترك عندكم السلام ربنا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة